طيب الأستاذة مريم الأستاذة مريم وضعت لنا قضية فعلا نقول نحن بحاجة إلى عندنا مثل بالشرقية يقول ما أغلى من الولد إلا ولد الولد وما أغلى من البنت إلا ولد البنت هناك تقع في بعض الأسر نفرة من الآباء والأمهات من الأبناء الصغار بعضها مقبول وبعضها غير مقبول بعضها مقبول لظروف صحية عند الأب أو عند الأم أو الإزعاج أو بعض الأبناء بعض أبنائهم فيهم شغب وفيهم وفيهم بعض الأشياء المؤثرة أو بعض أيضا الأسر يعني كثيرة التوارد على بيت أهلها بأطفالها وهذا يتعبهم سواء اقتصاديا سواء وقتيا سواء راحة وأنا بأقول لكم قاعدة مهمة بعض الأباء والأمهات في سن معين وهذا علميا معروف سن الاسترخاء يعني يصل الأب والأم إلى سن معين السن هذا يسمونه سن الاسترخاء سن السكينة ما يحبون الإزعاج ما يحبون الضغط ما يحبون المشاكل ما يحبون خلاص سن مسالمة فما هو الواجب إذن نقول للأستاذة الكريمة الواجب من الأم من الأب أيضا من الإخوان من الأخوات أن نحتوي عيال عيالنا الخال والخالة لما يجون بيتكم عيال خدكم اعتبروهم عيالكم ترى هذه مشاريع أنا سميها مشاريع استثمارية للمستقبل كل بيتذكر خالة بيتذكر خالة بيتذكر بيت جدة وبتكون لها قصص إيجابية نحن نتكلم عن العقوق فربما تكون هذه تسبب القطيعة والعقوق والله مؤلم يا جماعة مؤلم جدا يعني قبل البرنامج كنت أستقل بعض الاستشارات عندنا في زاد الحكمة فتخيل ما يقرب عشرين سنة عشرين سنة والمرأة إعيالها كل ما أسألوهم عن جدتهم أسألوها عن خوالهم ما عندها جواب مسكينة تقول اختلفنا وتقاطعنا بسبب مواضيع الارث و إلى الآن أنا أولد و تقع لي أشياء ما لا أم لا أخوان لا أخوات ترى مؤلم هذا الأمر تقول لكن أشد ما يكون علي لما يجيني أحد عيالي و يقول شا خبر جدتي حيالي كبارة الآن لكن إذا سألوني عن الجدة و سألوني عن خالي و عن خالتي و تقع مناسبات عائلية لا نستطيع حضورها كلهم وضعوا علي حضر من عدم و هذه قصص متكررة طيب نحن الآن أنا بذكركم جميعا بهذا الحديث العظيم كل من أراد أن يفعل سلوكا أي كان فليتذكر هذا الحديث من سن سنة حسنة فله أجرها و أجر من عمل بها إلى يوم القيامة و من سن سنة سيئة فعليه وزرها و وزر من عمل بها إلى يوم القيامة يعني أنت سنيت الصلاة الله ياجرك سنيت القطيعة غفر الله لك غفر الله لك و انتبهوا من هذه المشكلة لا تكن سببا في وضع شيء تندم عليه بعد ذلك لو أردت أنك تعالجه سوف يصعب علاجه لأنك أنت بين أولادك فرقت بينهم و البعض أيضا يعني ربما عيال فلانة مقبولين و عيال فلان مش مقبولين و لذلك نقول للأخت مريم ما أروع الوالدين و ما أروع الإخوان و ما أروع كذا أن نزرع بيننا هذه الأشياء الأمر الآخر و أقول لكم قاعدة مهمة جدا نحتاج إلى ثقافة الوعي قبل مجيء الأولاد يعني لما تتزوج البنت لازم أنا أسمعها يا الأبو و الأم لازم يعني بقول حق مريم كلام أنا أعرف يعني قضايا عندي الأبا و الأمهات ما شاء الله تبارك الله هل تصدقون أن بعض الأبناء لم يرجع إلى بيت أهله إلا لما تزوج كله قاعد بيت جد و جدته صار حضن لهم بعض القضايا أيضا مرت عليه في هذا البرنامج إحدى الجدات انحرف أحد أبناء بناتها و الله إن الجدة هي اللي كانت عملت حل مشكلته و احتوته في البيت و رعته في البيت حتى أن أبوه و أمه وقفوا إجلالا لتلك الجدة الشامخة الراقية الرائعة التي كانت بينما تجد طرف آخر منبوذين الأمر الآخر أرى أن الصبر من أهم الأسلحة اليوم من أهم الأسلحة حقيقة تربويا توجيهيا تعليميا ترجمة نانسي قنقر